هذه مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية التي شاهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجا عن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية ومن كل قلبي أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راق يماهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع أبناء مصر الكرام إن فخري بكم لا حدود ولا نهاية له واختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله عز وجل وأمامكم وسيشهد التاريخ به